اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر ابتدي تسمع مؤخرا عن انظمة للتخسيس زي الصيام المتقطع وزي الكيتو دايت بايه تقابل الناس تقول لي احنا بنعمل كيتو عشان نخس ده حتى عاوض تكلم على الموضوع انت بقى لك الراجل انت خاسس انت عامل كيتو يعني صاحبت المليون جنيه فقلت لازم نشوف ايه موضوع الكيتو دا يعني فكرته ايه ومن امتى وهو شغال وايه هي عيوبه وايه هي مميزاته وفي النهاية هل انصح الناس ان هي تعمله عشان تخس ولا لا وما تنساش في البداية اعمل لضايك الفيديو بص يا سيدي الكيتو دايت دا عبارة عن نظام اكل بنقلل فيه الكربوهدرات جدا بنخليها اقل من 50 جرام على مدار اليوم كاملا يعني بيمثل اقل من 10% من الوجبات كلها وبتكون النسبة الكبيرة للدهون حوالي 70% والبروتينات بتكون نسبتها متوسطة حوالي 20 او 25% كربوهدرات هنمنعها يعني هنمنع الدقيق الخبز وهنمنع المكارونا والرز والسكر طبعا وهنمنع البقوليات وهنمنع معظم الفواكه مع عادة حاجات بسيطة زي الفراولة مثلا او التوت كل الحاجات دي هنمنعها وبالنسبة للدهون فيسمح ان انت تاكل لحوم بيض زيوت زبدة وبعد انواع الخضار اللي بيدخل في السلطة والبروكلي وهكذا فالانسان لما بيلتزم بهذا النظام جسمه مش بيلاقي جولوكوز عشان يكسره لان قلتلك الكربوهدرات اقل من 50 جرام على مدار اليوم فالجسم مش بيلاقي جولوكوز اصلا عشان يكسره وينتج طاقة فيدخل في حالة اسمها كيتوزز ويكسر الدهون لانتاج الطاقة وبالتالي يكسر دهون الجسم ويقلن الوزن بالزبط زي العربية او السيارة يقولك احنا هنقلبها من بنزين لغاز يعني بدل ما تستخدم البنزين لانتاج الطاقة والعربية تمشي هنستخدم الغاز لانتاج الطاقة والعربية برضو هتمشي فهي نفس الفكرة بدل ما بنستخدم الجولوكوز لانتاج الطاقة هنستخدم الضهون لانتاج الطاقة والحقيقة ان النظام ده مش جديد ولا حاجة النظام ده بدأ استخدامه من اكتر من 100 سنة لكن كان بيستخدم اولا في علاج السرع عند الاطفال ومع الوقت قل الاهتمام بيه جدا نظرا لتطور الادوية ما بقناش محتاجين النظام ده بالشكل ده لكن مؤخرا زاد الكلام عنه مرة تانية وزاد انتشاره شوية لسبب تاني هو انقاص الوزن طبعا الكيتو دايت او الكيتوجينيك دايت ده في منه انواع طبقا لنسب المكونات اللي جواه وطبقا لان الشخص هلتزم به مدة قد ايه وهكذا الى كذا نوع لكن الفكرة واحدة ان احنا بنقلل الكربوهيدرات جدا وبنزود في الدهون وبندي بروتينات بكميات متوسطة وتعالوا مع بعض نعرف ايه هي مميزات نظام الكيتو دايت اولا من مميزاته كده انه فعال في انقاص الوزن وطبعا دي ميزة مهمة يعني بيجيب نتائج كويسة جدا كمان بيقلل مستويات السكر وبالتالي بيساعد في علاج مرضاء السكر كمان بيقلل مقاومة الانسولين كمان بيحسن وظيف المخ وبيساعد في علاج بعض الامراض العصبية زي مثلا الزهايمر وزي الشلال الرعاش وزي الصرع وغيرها من الامراض العصبية كمان بيفيد القلب من ناحية انه هو بيقلل التهبات في الجسم وانه هو يعتبر انتي اكسيدنت او بيزود الانتي اكسيدنت في الجسم مضادات الاكسيدة لكن طبعا بيكون دار على القلب والاوعيات الدموية من ناحية تانية وهي زيادة الكوليسترول الدار في الدم بسبب ان النظام ده بيبقى فيه دهون مشبعة كتير وبيبقى فيه دهون متحولة كتير كمان من مميزاته احساس الشبع عند الشخص الشخص اللي بيأكل دهون كتير وبروتينات بيحس انه شبعان اكتر من الانظمة اللي بتعتمد على الكربوهيدريت فاحساس الشبع ده حاجة كويسة كمان ممكن يكون عامل مساعد فيه علاج بعض انواع السرطانات وكمان بيحسن العلاج الكيماوي مع بعض الانواع دي تعتبر مميزات كيتو دايت اما لو جينا نتكلم عن عيوب الكيتو دايت ايه بقى؟ اولا فيه حاجة اسمها كيتو فلو كيتو فلو دي يعني اعراض بتحصل في بداية استخدام هذا النظام الشخص لما يبدأ يتبع هذا النظام بيبدأ يحصل عنده شوية اعراض مؤقتة زي القيء زي الغثيان زي الإمساك زي الأرق زي الدوخة وزي قلة المجهول دي حاجات بتبقى مؤقتة شوية ممكن أيام بسيطة كده او اسابيع بسيطة وتختفي لكن فيه مشاكل تانية على المدى الاطول شوية ممكن الإمساك يستمر ممكن المريض يبقى في حالة زي الجفاف ممكن طبعا يحصل عنده نقص فيه كتير من المعادن والفيتامينات المهمة لجسمه وغالبا هيكون بياخد اقراص من بره عشان يعوضها كمان في النظام ده فرص حصوات الكله بتزيد كمان ممكن يحصل التهاب في بانكرياس نظرا لكمية الدهون الكبيرة اللي الشخص بياكلها كمان طبعا مشاكله على القلب والأوعيات دموية زي ما قلنا عن طريق زيادة الكوليسترول الضار في الدم اللي هو LDL لأن النظام ده بيبقى فيه ساتيوريت فاتس دهون مشابعة كتير وبيبقى فيه ترانس فاتس دهون متحاولة كتير ودي كلها بترفع LDL ودي خطر طبعا على القلب والأوعيات دموية كمان كتلة العضلات بتاعت الشخص ممكن تقل كمان ممكن يحصل انخفاض في السكر أو غيبوبة انخفاض السكر لمرضى السكر لو شخص بياخد انسولين أو بياخد أدوية للسكر وما زبطش الأدوية بتاعته قبل البدء في هذا النظام ممكن يدخل في غيبوبة سكر منخفض عشان كده لو مريض سكر وهيعمل النظام ده لازم يزبط جرعات الأدوية بتاعته مع الدكتور بتاعه أثناء هذا النظام كمان طبعا من عيوبه أنه صعب الالتزام به شوية لانه عايز تدقيق لازم تعرف كل حاجة بتاكلها فيها نسبة كربوهيدريت قد ايه فيها بروتينات قد ايه فيها دهون قد ايه ولازم يكون حد متخصص يتابع معاك ولازم تلتزم به بشكل جيد فدي برضه من أحد عيوبه انه صعب الالتزام به ولو هتوقفه لازم توقفه تدريجيا كمان من عيوبه أنه سعره غالي انت عشان تلتزم بالأطعامة دي الحاجات دي غالية بخلاف الكربوهيدريت أرخص طبعا كمان من عيوبه أنه ممكن الشخص اللي ماشي على الكيتو دايت لو جينا نعمله اختبار الكحول عن طريق النفس يطلع إيجابي مع أنه مش بيشرب كحوليات أي نعم دي حاجة ندرة لكن ممكن تحصل وده بسبب أن الكبد ممكن يحول الأسيتون لحاجة اسمها أيزوبروبانول ودي تقرأ إيجابي في تحليل الكحول كمان من عيوبه أنه مش مناسب لبعض الناس زي مرضى التهاب البنكرياس مرضى الفشل الكبدي مرضى ارتفاع الكوليسترول الدار ومرضى مشاكل هضم الضهول وبعض الأمراض الأخرى كمان برضو من عيوبه أن الدراسات عليه مش كاملة خصوصا على تأثيراته على المدى الطويل ودي أنا شايفها حاجة مهمة جدا الدراسات مش مكتملة عليه لما تدخل جسمك في حالة الكيتوزيز لفترة طويلة تأثيراتها إيه؟ الدراسات مش مكتملة وهنا يجي وقت السؤال المهم هل أنا أنصح الناس اللي عايزة تخص إن هي تعمل كيتو دايت؟ بالنسبة لي أنا لا أنصح به نظرا للعيوب الكتير اللي قلناها ونظرا لعدم اكتمال الدراسات عليه وخصوصا على تأثيراته على المدى الطويل لو عندك سؤال تاني عن الكيتو اكتبهولي في التعليقات لو عايزنا نتكلم عن الصيام المتقطع أو أي نظام آخر اكتبهولي في التعليقات وهسيب لك صورة كده بتقولك إيه هو اللي مسموح وإيه اللي ممنوع في الكيتو دايت من باب العلم بالشيء كده تقدر تاخد فكرة عنها كمان هسيب لك صورة كده عن الفطار والغداء والعيشة في الكيتو دايت ممكن يبقوا إزاي كأمثلة يعني للتوضيح لكن زي ما قلت لك إنت لو عايز تعمل النظام ده وخدت القرار يبقى لازم تتابع مع حد متخصص هسيب لك المصادر عن الكيتو دايت في الوصفة أسفل الفيديو تقدر تشوفها وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم